زيت الطبخ وقود للسيارات هكذا يعمل الشاب كامل عبد المجيد من أبناء العاصمة المؤقتة عدن على تحويل مادة الطبخ إلى وقود يزود به محرك المركبات فالشاب المثابر الذي برز اهتمامه بالاستثمار البيئي يواضب على أخذ كل ما يتعلق بمخلفة البيئة ويحوله إلى استثمارات مالية يفيد الشباب العاطل عن العمل في الاستفادة من الفكرة والوقت في إنتاج ما يخدم الناس وعلى خطى كامل يحاول العديد من الشباب إنشاء مشروع كامل لتحويل زيت الطبخ إلى وقود للطاقة التشغيلية نفت مشروع اسمه Green Idea للاستثمار البيئي هذا مشروع Green Idea فكرته أجد بأخذ كل ما يخص البيئة وتحويلها إلى استثمار مالي وتوضيف الشباب والعاطلين عن العمل أول مشروع قمت فيبو ونفته إلى الأخير وانتكت فيبو 1065 لتر اللي هو عبارة عن ديزل حيوي قبل ثلاث سنوات جرى اختيار مشروع كامل كأفضل مشروع في هذا الجانب من بين العديد من المتسابقين وضمن ثلاثين مشروعاً متل فيها جامعة عدن ليحصل على المركز الأول دخلت في منافسات محلية وعالمية في 2017 في 2017 تم اختيار مشروعي واحد من أفضل 30 مشروع حول العالم في برنامج اسمه Young Champions of the Earth وبعد هذا البرنامج دخلت في 2018 في المعرض الوطني للاختراع والإبداع بعد أسبوع من الآن وبعد عشر أيام هناك مسابقة دولية ذات انتشار وذات سبغة عالمية تقام في الجامعة البريطانية في مصر العربية لا زال الأستاذ المهندس كامل يبحث عن من يمول ذهابه إلى حضور هذه المسابقة بعد أن استوفى مشروع كامل وفريقه شروط مسابقة علمية في أمريكا لا يزال ينتظر تمثيل جامعة عدن واليمان في مسابقة لأحد المراكز العلمية بدعم وعاية من الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كولنتون لكنه حتى الآن واجه صعوبة في تكاليف نفقات السفر خصوصا أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة للمشاركة في المسابقة العلمية فيما تواصل الجهات المعنية تجاهل مطالب الشباب تحت ذريعة عدم وجود بنود في ميزانية هذه المشاركات الخارجية حني الجمال بالقيس عدم